اشتركوا في القناة اللي جربها خس عليها جدا بتحرق الدهون المتراكمة في الكرش والارضاف وكمان الدرعات والجوانب وهترجع جسمك بعد الولادة بس قبل ما اقول الوصفة مستش دعميني باللايك وتشكه في القناة وطبعا مكونات الوصفة دي موجودة في كل بيت مش هتجيبي اي حاجة منبرة سهلة جدا وسريعة هاجيب كده الكوب بتاعي واول مكون معايا وهو الشاي الاخضر الشاي الاخضر بيحسس جدا بالشبهة يعني الوصفة دي تخليكي تبنعي الاكل على قد تقدري بتحفز على ادابة الدهون الشاي الاخضر وبيحرق السعرات الحرارية وبسرع عملية الهضم وبتالي بيخلي الوزن ينقص بطريقة كبيرة جدا وبيقل السكر بالدهون في مادة الكافين اللي بتحرق الدهون بشكل رهيب من اقوى مكونات اللي بتخسس هاخد منه معلقة صغيرة بس من الشاي الاخضر اه تاني حاجة معايا تاني مكون وهو القرفة او الدرسين القرفة من المكونات الروعة اللي بتخسس بطريقة مش طبيعية يعني اول ما بتشربيها بتحس ان الجسم كسخن جدا وبتزود حرارة الجسم في التالي اه بتطلع الدهون على هاي اتعارق وبتخليك تحرقي جامد جدا مهما اه كنتي اه تغينة وفي دهون صعبة مش قادرة تخلص منها القرفة دي هتخلصك من كل الدهون في كل الاماكن هاخد منها معلقة صغيرة معلقة صغيرة بس تالت مكون رهيب بقى اه في التخسيس اه وهو الكركم الكركم برضو بيحرق السعرات الحرارية والدهون الزايدة بيمنع تكون الدهون في الجسم كله خاصة البطن والفاخدين اه كمان بيساعد على الشبع السريع وبيخليك تتخلصي من كل الدهون المتراكمة هاخد منه يعني بس معلقة صغيرة كده او نص معلقة يعني صغيرة من الكركم مش عارف او ما بيسمو ايه او الخرقوم تقريبا بيسمو في المغرب هجيب بقى الماء السخنة المكونات دي معلومة مهمة مايفاش تغلية على النار تحطيها بس في مياه مغلية لان هي لو غلت هتفقد كل فايدتها وزيوت الطيارة حطيت كده المياه المغلية هغطيها بقى عشر دقايق يا بنات عشان اه ازيوت الطيارة متطلعش برا وعشان المياه تاخد كل الفايدة اللي في المشروب اسميه كده عشر دقايق وهرجعلكم واصفيها بعد العشر دقايق كده هديها تقليبة خفيفة واصفيها في كوب تاني بواسطة المصفى كده كده صفيت الخليط عشان اتخلص من كل الشوائب ده لونه زي ما انتم شايفين لونه بني بالنسبة لطعمه طعمه حلو جدا بالنسبة بقى ربع مكون هو اختياري بس هو بيزيد من فعالية الوصفى وهو عصير الليمون بالشكل ده تقدر تضيف اللي هو الليمون العادي بس ده مش متوفر فضفت اللي هو الليمون الساي الفعلب حطه منه معلقة صغيرة الليمون بيساعد على الشبع السريع وبيكبح الشهية وبيخلصك من كل الدهون اللي في الجسم بينحف البطن جدا والخصر كده المشروب بقى معايا جاهز تقدر يبقى تحليه بعسل او سكر دايت ما يفعش تحليه بسكر عادي لان كده كأنك ما استفدتش حاجة السكر بيخلي الجسم في حالة جوعه مستمره فانت هتحليه بعسل يا بسكر دايت او بتشربيك كده يعني طعمه حلو جدا بالنسبة المشروب ده يخلي ريحة جسمك حلوة جدا برضو ريحة العرق هتبقى حلوة طريقة الشربة هتشربي كباية واحدة على الريق كل يوم كباية واحدة على الريق قبل فطار بنص ساعة بعد ونص ساعة هتاكلي عادي جدا لكن لازم يتشرب على الريق عشان يعمل معاك مفعول هتمشي على الوصفة دي عشرين يوم من اول من ثالث يوم هتبتدي تلاحظ ان بطنك نحفد كدا وكل الدهون نزلك في كل مكان في جسمك هتنبهر بالنتيجة هتجرب الوصفة دي هتدعيلي ان شاء الله تكون الوصفة عجبتكم ومسوش بقى الليك والشير عشان الكل استفاد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته